دعا مراقبون وباحثون نفسيون القضاء العراقي إلى أخذ دوره بحق أصحاب الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يستغلونها بشكل سلبي يؤثر سلبا في الاستقرار المجتمعي والأمني موضحين أن هؤلاء يعمدون إلى تلفيق الأحداث وروايات بشكل يسيو إلى حياة المواطن الشخصية ما يولد الكثير من المشاكل المجتمعية ما يتطلب من القضاء أن يكون له كلمة الفصل في هذا الملف خصوصا أن العراق يمر بمرحلة انتقالية تتطلب أن تشمل قوانين مكافحة الإرهاب أصحاب الصفحات والمواقع الوهمية لما يتسببون به من تهديد مباشر للسلم الأهلي عبر إثارة المشاكل الاجتماعية بكل أشكالها